خمس وخمسون دقيقة مدة خطاب نتانياهو بن يمين نتانياهو أمام الكونغرس الأمريكي كانت كفيلة برسم خريطة التواجهات الإسرائيلية ما بعد الزيارة فنتانياهو لم يذكر جملة واحدة عن صفقة وقف النار وتبادل الرهائن ما دفع بزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى وصف خطابه بالموشين نتانياهو لوح باستمرار الحرب حتى استسلام حماس ونزع سلاحها فجاء رد حماس بأن الكونغرس شهد حفلة أكذيب واستخفافا بعقول العالم رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يكترث بالمحتجين ووصفهم بالحمقة ولا بغياب نصف الديمقراطيين في مجلسين نواب والشيوخ ولا بلافتت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب المكتوب عليها مجرم حرب إنما سعى لحث الإدارة الأمريكية على الإسرائي في تأمين المساعدات العسكرية فهل سيحصل نتانياهو على ضوء أخضر وتغطية أمريكية لتوسيع جبهات القتال لا سيما على الجبهة الشمالية مع لبنان على كل حال لقاء نتانياهو بايدن في البيت الأبيض سيوضح مسار الأمور وكذلك الاجتماع مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي دعاه لإنهاء سريع للحرب علما أن لقاءته ستشمل المرشحة الديمقراطية كامالا حاريس التي قاطعت خطاب الكونغرس وبالتزامن مع زيارة نتانياهو برز أعلان هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة السياسية اكتمال الاستعدادات لمناورة برية كبيرة في لبنان اشتركوا في القناة